نجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة والعملة في محيط طريح الأغاخان غرب أسوان في أكشف عن عدد من المقابر العائلية التي لم تكن معروفة من قبل والتي ترجع للعصور المتأخرة واليونانية والرومانية وأكد محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أهمية هذا الكشف حيث يديف تاريخا جديدا منطقة الأغاخان لسيما وأن بعض المقابر المكتشفة ما تزال تحتفظ بداخلها بأجزاء من مميوات وبقاء الأدوات الجنائزية الأمر الذي أسهم في معرفة المزيد من المعلومات عن تلك الفترة وبعض الأمراض المنتشرة خلالها كما ينبئ بالكشف عن المزيد من المقابر بالمنطقة